سألت نفسي إه ممكن يكون أسرح حاجة في الكون دا كله يا ترى سرعة الصوت واللي بتقدر بحوالي تلتمية واربعين متر عالثانية تقريبا يعني أو 1235 كيلومتر عالساعة ولا السهارة البريطانية بلاد هاوند اس اس سي واللي سرعتها ممكن توصل 1609 كيلومتر في الساعة ومعنى الكلام ده إن سرعتها أكبر من سرعة الصوت يعني تشوفها قبل ما تسمع صوت ولا يمكن رصاصها مثلا مع احترامنا لإخواتنا للهنود طبعا تزديدة الكابتن ماجد أسرع منها خلص هي كده والله أالم الطوار الامريكية نورس أميركن X-15 و avoided سرعتها بتوصل 7274 كيلومتر في الساعة يعني طريبا كلدها أدو سرعة صوت 6 مرات أصل انت هتجيب أسرع من كده 2 أحب اقول لك بقى ان السرعات دة كلها متجيش حاجة جنببطل حلقتنا النهاردة وهو الضوء أيوة صح ازاي انت اتيجى عن بالي مش ده برضو لسرعاته الثلاثة في عشر او ستمانية؟ ايوه فعلا بس انت مش متخيل عظمة الرقم ده وبعدين ما سألتش نفسك هو ازاي ومين وامتى اللي قدر يقص الرقم ده وازاي ممكن نستفيد من معرفة سرعة الضوء وهل ممكن يجي علينا يوم ونعمل طيارة او عربية تسبق سرعة الضوء وايه علاقت الموضوع ده بالسفر عبر الزمن؟ اسئلة كتير هنعرف اجابتها مع بعض في الفيديو ده بس الاول ننزل بالانترو انا محمد رضا من قناة الانتروبية كلنا اتفعنا ان الضوء هو السرعة الكثة في الكون وصعب علينا برضو على الاقل دلوقتي ان احنا نوجد سرعة اكبر من سرعة الضوء وزي ما قلتلك في الاول انك مش متخيل عزمة الرقم ده وللدقة اكتر هو مش 3 في 10 8 متر عالثانية هو 299 مليون 792 ألف 458 متر عالثانية او 670 مليون ميل عالساعة او مليار وتمانين كيلو متر في الساعة يعني سرعة الضوء اكبر بحوالي 137 ألف مرة من اسرح حاجة احنا وصلنا لها دلوقتي وهي الطيار الامريكي ولو لسه مش مستوعب ان الرقم ده مش طبيعي فاسمح لقولك ان شعاء الضوء الواحد يقدر يدور حوالين للقرى الارضية تقريبا سبع مرات فقد ايه بقى في واحد ثانية انت مدرك يعني انت علما يكون قلبك دق 3 دقات يكون الضوء لف حوالين الارض اكتر من 20 مرة نرجع لموضوعنا هم زي قدروا يقيسوا سرعة الضوء الابحاث والتجرب بدأت من العالم الاطالي جاليليو لما جاب اثنين من معاونين واحطل كل واحد منهم مصباح وخلوهم يغطوا بأيديهم وكل واحد فيهم موقف على هضبة وكانت المسافة بين الهضبطين واحد كيلو متر وقال جاليليو للاول لما اديلك اشارة هترفع ايدك من على المصباح والتاني قال له لمجرد ما تلمح الاول ارفع ايدك انت كمان ده كله عشان يحاول يحسب سرعة انتشار الضوء بس للأسف التجربة فشلت كرر جاليليو تجربته على المسافات ابعد مرات متتالية وفي الاخر طلعنا باستنتاج ان الزمن اللي بيحتاج الضوء عشان يقطع المسافات اللي هو جربها صفر ومعنى كلامه ان سرعة الضوء لا نهائية وفي الحقيقة ده الاعتقاد اللي كان سايد وقتها ان الضوء بينتقل لحظيا لحد ما جي مين 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 كان نفسه اقول مين من زاوية تالتة بس ان شاء الله اول ما اختني هجيب كاميرا تالتة لحد ما جي العالم الدنماركي قولي رمر واللي غير مفهوم العالم عن سرعة الضوء واحدد اول سرعة للضوء حتى لو ما كانتش دقيقة بس هو ازاي ادري ايه سرعة الضوء رمر كان رفض تماما فكرة جاليليو اللي احنا تكلمنا عنها وقام بتجربة بدائية لقياس سرعة الضوء ولكنها فشلت بس في عام 1675 ادري رمر انه يحسب سرعة الضوء عن طريق دراسته لخصوف قمر مرئي من اقمر المشترى لاحظ رمر ان المدة الفاصلة بين خصوفين المتتاليين للقمر المرئي ده تتغير بتغير بعض الارض عن المشترى وهي بتدور حولين الشمس يبقى بما ان في مدة وفي مسافة والمدع بتغير بتغير المسافة يبقى في سرعة للضوء وبالحسابات الفلكية قدرها اولي بمية ستة وتمانين الف ميل في السنية والرقم ده بعيد جدا عن القمة الحقيقية بس الامانة الرجل ده يشكر ان هو قدر اول سرعة للضوء توالت التجارب بعد كده وفي كل مرة كانوا بيقربوا اكتر للقمة الحقيقية لغاية ما وصلنا للرقم اللي احنا نقرر في النهاردة في سنة 1975 وفي قص التجارب ديت كانت تجربة للعالم البريطاني جيمس ماكسويل اقتراح النضوء من وجه كهروماغناطسية وبالتالي ظهرت له السرعة C مبدأ النضوء ليه سرعة C؟ استخدمه مين بعد كده؟ عمنا ألبيرت أينشتاين في معادلته الشهيرة اللي بتربط بين الكتلة والطاقة وهي ان E بتساوي M C تربية E عارفينها طبعاً والم طبعاً كتلة يعني السرعة سابتة في الفراغ بالرقم اللي احنا عارفينه ولكن تقل في القصات المختلفة حسب طبيعة شفافية الوسط وده موضوع تاني جاي دوره ان شاء الله في حلقة هتتكلم على انكسار الضوء كده خلاص عارفنا سرعة للضوء هنستفاد منها في ايه؟ بنستخدمها في قياس بعض النجوم عننا مثلاً بكل بساطة هو انا مش عارف السرعة والضوء لغاية لما يوصل من النجم بيستغرق وقت معين وتبقاً لان السرعة بتسوي مسافة على الزمن فقدر احسب المسافة نيجي بقى الاهم سؤال في حلقة النهاردة هل ممكن اتجاوز سرعة الضوء في يوم الايام؟ الحقيقة الموضوع ده لغاية النهاردة عليه جدل كبير جداً وشوية تانين يقولك لا ده حاجة مستحيلة وانا من وجهة نظري هنحزل رأي الأخير لكن لو جينا نتكلم كلام علمي بحث في بعض النظريات تناولت الموضوع ده وقالت ان احنا لو قدرنا نوصل لسرعة الضوء الزمن هيوقف ولو عدناه هنرجع للماضي او للدقة اكتر هنشوف احداث الماضي بس مش هنغير فيها حاجة وده النظرية المشهورة في السفر عبر الزمن وقبل ما نهي الحلقة احد يقولك ان الضوء اللي احنا نتكلم عليه ده مش ضوء ولكن هو مدى واسع من الموجات في منها اللي بنشوفه وهو الضوء المرقي بس وفي منها اللي ما بنشوفهوش وهو الانواع التانية من الموجات بداية من الراديو حتى اشعة الجامعة واللي بنشوفه زي ما قلتلك جزء صغير جداً موجود في النص اسمه ضوء مرقي والطول الموجي بتاعه تقريباً بيتراوح من 400 ل700 نانو متر ولو هانتعرف اكتر عن الموجات الكارومناطية هتلاقيكم ان شرحنا حلقة قبل كده كل اشعة واهميته ايه وبيستخدم في ايه وهتلاقيه اظهرارك في الاي اللي هنا او هنا وبكذا نكون انتهينا من حلقة النهاردة فاللي عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك على قناة اليوتيوب ولا كنت بتتفرج علينا على الفيسبوك ما تنساش تضغط اعجابنا على الفيديو ولايك ومتابع للصفحة سلام